لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقًا أو شقياً والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقةٍ جديدة من عقيدتنا نتابع فيها الكلام عن اليوم الآخر فقد تكلمنا في أكثر من حلقةٍ عن اليوم الآخر عن عقيدة المؤمنين باليوم الآخر لأهمية هذه العقيدة ولأثرها على حياة الإنسان ولأهميتها على مستقبل الإنسان فاليوم الآخر ويوم الخلود فالله سبحانه وتعالى من حكمته ومن رحمته أنه جعل هذه الدنيا حياةً قصيرة ثم جعل للإنسان حياةً خالدة وهناك عالم قليل وعالم كثير هناك عالم فناء وعالم بقاء هناك عالم له بداية وله نهاية ولكن هناك عالم له بداية ولكن ليس له نهاية وهو عالم الحياة الآخرة فالحياة الآخرة هي حياة الخلود للإنسان فالله سبحانه وتعالى فصل لنا عن مشاهد هذا اليوم الآخر وبين لنا أن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية للإنسان هي حياة ممتدة لا نهاية لها لذلك من أجل أن الإنسان أن يجهز نفسه إلى هذا اليوم من أجل أن يجعل حياته كلها في هذه الدنيا حياة عمل وحياة صلاح وحياة إصلاح وحياة استعداد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ليكون الخلود في نعيم الله سبحانه وتعالى الحياة الآخرة هي أشبه ما تكون ببنك للإنسان ولكن بنك ليس للأموال وإنما هو بنك وللأعمال فرصيد الإنسان يكون في الحياة الآخرة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى فيجد رصيد ما عمله الإنسان يكون له يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى وزيادة لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب فالله سبحانه وتعالى جعل الحياة الآخرة مظهرا لعدالته جعل الله سبحانه وتعالى فضله ورحمته في الحياة الآخرة فضله على الناس يظهر يوم القيامة فمن أطاع الله سبحانه وتعالى ومن استقام في هذه الحياة الدنيا ومن أصلح في هذه الدنيا يكون الثواب العظيم والخلود في نعيم الله سبحانه وتعالى الذي لا يساويه أي نعيم أما من عصى من كفر من ترك حدود الله سبحانه وتعالى من طغى وتجبر في هذه الحياة لذلك أعد الله سبحانه وتعالى له جزاء حسب عمله يجاز عليه يوم القيامة فهذه الحياة حياة قصيرة وهذه الحياة هي التي تنقل الإنسان إلى الحياة الآخرة وهي التي تكتب له صفحة عند ربه سبحانه وتعالى صفحة الأعمال الصالحة صفحة الأعمال النقية التي يجدها عند ربه سبحانه وتعالى فإذا مرحلة قليلة محدودة لها بداية ولها نهاية ثم يكون الجزاء عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعل هناك مشاهد قبل أن يدخل الإنسان إلى الجنة لا بد أن تكون تظهر المحكمة الإلهية هذه المحكمة الإلهية فيها كل البينات فيها كل الشواهد فيها كل الكتب فيها كل الأدلة على الإنسان ما يعمله الإنسان سيجده يوم القيامة وسيظهر أمام عينيه ما فعله يسجل عليه ويظهر يوم القيامة فلذلك الإنسان إذا مات انتقل إلى مرحلة جديدة ليس فيها عمل فيها جزاء ليس فيها سعي ولكن فيها ثواب وفيها ظهور لأعماله وفيها محاسبة ووقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من هذه المشاهد أنه يحشر الناس يوم القيامة من أجل أن يحاسبهم فقبل أن يسأل الناس يحشرون أمام الله سبحانه وتعالى يخرجون من الأجداث ويحشرون أمام المحكمة الإلهية من أجل أن يحاسبوا فتشقق الأرض عن الناس جميعا يبعثهم الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى يوم تشققوا الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير هذا الحشر على الله سبحانه وتعالى يسير أنه يجمع كل الخلائق من أجل أن يحاسبوا من أجل الوقوف أمام المحكمة الإلهية الله سبحانه وتعالى يجمعهم في مكان واحد لذلك تسوى الأرض بارزة ليس فيها أي معلم ليس فيها أي شيء مرتفع وإن مكان مستوي الله سبحانه وتعالى يجمع فيه الخلائق قال تعالى ويوم نسير الجبال وتعالى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد الله سبحانه وتعالى سوى الأرض من أجل أن يجمع عليها الخلائق لذلك جاء في حديث البخار ومسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي فحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء مثل الرغيف بيضاء نقية ليس فيها معلم لأي أحد ليس فيها شيء مرتفع وإنما مكان مستوي من أجل أن يجمع كل الخلائق في هذا المكان الله سبحانه وتعالى يحشر المخلوقات جميعا نكلم عن المخلوقات إذن عن الجن وعن الإنس وعن الملائكة وعن الدواب فالله سبحانه وتعالى يجمع الجميع قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الملائكة الله سبحانه وتعالى جعلهم أسبابا في هذه الدنيا جعل لهم وظائف لذلك يحشرون يوم القيامة يبعثهم الله سبحانه وتعالى بعد أن لا يبقى أحد من المخلوقات يبعث الملائكة فهم أسباب وهم الذين يسوقون المؤمنين ويسوقون المجرمين فهم الله سبحانه وتعالى وكلهم بمهام لذلك يوم القيامة يحشرهم الله سبحانه وتعالى مع الناس مع المخلوقات كذلك الجن الجن كالبشر يحاسبون فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن وكذلك الناس جميعا الذين متعهم الله سبحانه وتعالى بالإرادة بالتكليف فالله سبحانه وتعالى يجمعهم من أجل أن يحاسبهم والله سبحانه وتعالى يجمع الدواب كل الدواب من أجل أن يقتص منها العدالة الإلهية لا تترك شيئا فالله سبحانه وتعالى يقتص من الدواب فيما بينها وأنها غير مكلفة فانظر إلى عدالة الله سبحانه وتعالى بين المخلوقات جميعها وهذه المخلوقات من أجل أن تشهد فهي من وسائل الإثبات فالله سبحانه وتعالى يجمع الملائكة يشهدون يجمع الملائكة ليقوموا بوظائفهم ويجمع الإنس والجن من أجل أن يحاسبهم فيأتي الشهود هذه الشهود قد تكون من الدواب وهذه الشهود من الملائكة وهذه الشهود من أعضاء الإنسان كما سنتكلم عن ذلك من ذلك الله سبحانه وتعالى يجمع المخلوقات جميعا في ذلك اليوم كما أخبر سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالة وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها حتى الأرض تحدث أخبارها تشهد على كل عبد أو أما ما فعلوا على ظهرها فإذن هناك أخوال شديدة في يوم المحشر عندما يجمع الله سبحانه وتعالى المخلوقات يوم القيامة لذلك يأتي المجرمون يوم القيامة منكسين رؤوس من الذل يحشرون يوم القيامة صما وبكما وعميا كما قال سبحانه وتعالى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا عندما يأتي يوم القيامة الكافر يقول عبري لم حشرتني أعما؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الإنسان الأعما في هذه الدنيا عن الدلائل الأعما عن الحق الأعما عن الخير الأعما عن الإصلاح في هذه الدنيا يأتي يوم القيامة يحشر الله أعما لما حشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا كل الكون فيه آيات لكن نسيت هذه الآيات لذلك تنسى يوم القيامة فإذا هناك أهوال شديدة لكن هذه الأهوال يتفاوت الناس فيها هناك فرق بين الإنسان المؤمن وين الإنسان العاصي وبين الإنسان الكافر هذه حسب عمل الإنسان تظر عليه هذه الأهوال يوم القيامة ففي ذلك اليوم هناك إكرام للمؤمنين وفيه إهانة للمجرمين وللظالمين لذلك الإنسان في هذه الدنيا لما كان عنده من مال من جاه من قدرة يوم القيامة يأتي مهانا ذليلا أما الإنسان المؤمن يأتي بعزة فيه إكرام الله سبحانه وتعالى يكرم في ذلك اليوم المؤمنين بعد أن يحشرهم الله سبحانه وتعالى يعرضون أمام الله سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا كل الخلائق يعرضون على ربهم سبحانه وتعالى كل إنسان يلبس ثوب عمله يعرض يوم القيامة ما في عنده شيء إلا عمله فعمله هو الذي يكون معه يوم القيامة بل لن ينفعه شيء إلا عمله الذي كان معه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في مكان مستوي لا يخفى أحد على الله سبحانه وتعالى قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين حشر الناس وقفوا أمام رب العالمين وعرضوا على الإله سبحانه وتعالى من أجل أن يحاسب لا يسألون هناك سؤال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فسؤال عن كل شيء أعمله الإنسان صغيراً كان أم كبيراً قولاً كان أم فعلاً في الخفاء أو في الظهور أي شيء يفعله الإنسان سيسأل عليه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك اليوم تظهر وسائل الإثبات على الناس الله سبحانه وتعالى كما قلت يقيم محكمة عدل هذه المحكمة فيها كل وسائل الإثبات لا يظلم الإنسان لذلك الأدلة موجودة والكتابة موجودة والشهود ووسائل الإثبات كلها موجودة ومقيدة وتظهر للإنسان يوم القيامة إذن أحظم محكمة وفيها كل وسائل الإثبات وليس فيها أي غش وليس فيها أي رشوة هي المحكمة الإلهية يوم القيامة فالاستعداد لهذه المحكمة من خلال هذه الدنيا لأن في وسائل إثبات كما سنتكرم ليست موجودة في الدنيا في بعض الوسائل الكتاب هذه موجودة في الدنيا في شهود ولكن هناك وسائل أن الإنسان يشهد على نفسه وأن أعضاء الإنسان تشهد فما هي وسائل الإثبات يوم القيامة؟ أول هذه الوسائل شهادة كتب الأعمال الله سبحانه وتعالى وكل الملائكة تكتب على الإنسان أعماله لذلك يوم القيامة تأتي هذه الكتب مقيد فيها حركات الإنسان سكناته أعماله الظاهرة وأعماله الباطنة علاقاته الخاصة علاقاته العامة كلامه كل شيء يفعله الإنسان ما يتعلق بمأكله بمشربه بزواجه بأفعاله بدراسته كل شيء يتعلق بالإنسان طاعاته معاصيل كل شيء يأتي مقيد يوم القيامة ووضع الكتاب يقول سبحانه وتعالى فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ماهل هذا الكتاب لا يغاضر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إنسان المجرم يوم القيامة يقول ماهل هذا الكتاب لا يغاضر صغيرة ولا كبيرة كل شيء قيد على الإنسان صغيرا كنم كبيرا من أقل شيء لأعظم شيء من الكلمة من الحرف الذي ينطقه الإنسان إلى أي عمل أو أي معصية أو أي جريمة يرتكبها الإنسان فإذا يقيد فيه لذلك يوم القيامة المجرم مشفق لأنه هذا الكتاب لا يغاضر شيئا لأنه فيه كل شيء كل ما فعله سيظهر ويكشف له يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى قيد كل شيء قال سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجر لفي سجين وما أدرك ما سجين كتاب مرقوم وقال سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم هناك كتاب له أرقام محددة فيه ختم على كل صفحة الملائكة سجلت كل شيء على الإنسان فهذه دليل دليل واضح ومقيد ومسجل فيه كل شيء يظهر على الإنسان يوم القيامة إذن عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأن الله يسجل كل شيء ووكل كل شيء أصبحت واضحة اليوم للناس اليوم في وسائل عن طريق جهاز الإنسان يستطيع أن يسجل كل شيء يسجل الحركات والصور والكلمات والأحوال والضحكة والابتسامة والغضب والشدة كل شيء يظهر عن طريق الجهاز جهاز بسيط شريحة بسيطة ممكن أن يظهر عليه كل شيء هناك شريط حياة الإنسان هي شريط سيعرض على الإنسان يوم القيامة حياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها هي شريط سيظهر للإنسان يوم القيامة ما فعله من أول لحظة ولد فيها تصوير كامل لحياة الإنسان وكل أعماله وكل أقواله وتظهر أمام الله سبحانه وتعالى وتظهر كشاهد ودليل على هذا الإنسان لذلك يقال للإنسان يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين اقرأ هذا هو كتابك كل شيء عملته كل شيء فعلته بهذه الدنيا موجود في هذا الكتاب اقرأ صفحات حياتك ستجد كل شيء قيده الله سبحانه وتعالى عليك هناك شهادة للملائكة الله سبحانه وتعالى قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في أشهاد من الملائكة يشهدون يوم القيامة يقول هؤلاء الذين كذبوا وهؤلاء الذين أطاعوا فإذا شهاد كذلك للملائكة يوم القيامة قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب عتيد يكتب على الإنسان كل أعماله سائر أعمال الإنسان وتصرفات تكتب الحسنات والسيئات تكتب عليه يوم القيامة فهذه من وسائل الإثبات التي تحرض على الإنسان يوم القيامة لتظهر عدالة الله سبحانه وتعالى أمام الناس وأن الله لا يظلم أحدا وأن الله يحاسب على الصغيرة والكبيرة وأن الله لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك شهادة ليست موجودة في الدنيا شهادة لا يمكن أن تراد أبدا وهي شهادة الإنسان على نفسي ليس من باب الإقرار هناك إقرار الإنسان قد يقرر على نفسي قد لا يقرر الإنسان على نفسي لذلك تشهد أعضاؤه عليه ويشهد جلده عليه وتشهد سائر أعضائي عليه اليد تقول فعلت كذا الرجل يقول فعلت كذا الأذن سمعت كذا الفم الجلود جلود الإنسان تشهد عليه يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فما كسبه الإنسان في هذه الدنيا الأعضاء ستشهد هذه شهادة لا تعد أبدا تشهد بما فعلت كيف تنطق لذلك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم في آية أخرى لماذا شاهدتم علينا؟ هذا الجسد لكان الإنسان يستعمل اليد التي يبطش بها رجل التي يمشي بها السمع الجلود لماذا شاهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فإذن هذه الجلود وهذه الأعضاء تقول نحن نطقنا لأن الله أنطقنا أنطق كل شيء الدواب الجمادات التي تشهد الأرض التي تشهد على الإنسان وكذلك شاهد من نفس الإنسان تشهد عليه يوم القيامة يقول أنا كنت أدافع عن يدي وعن رجلي لذلك عندما يقول يوم القيامة يا رب أنا أريد شاهدا من نفسي فالله سبحانه وتعالى يختم على سمعه وعلى بصره فتنطق هذه الأعضاء وتتكلم بما فعل تقول فعلت كذا اليد تنطق والرجل تنطق والسمع ينطق وجلود الإنسان تنطق أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فليس هناك أعظم ولا أبلغ ولا أدل على العدالة الإلهية من أن الأعضاء نفسها التي ارتكبت هي التي تنطق وهي التي تشهد على الإنسان يوم القيامة لذلك يقيم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الميزان وتوضع به أعمال الإنسان حسنات الإنسان وسيئاته ويحاسب الإنسان هذا الميزان ميزان عدل فيه عدالة إلهية تامة كاملة قال تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين مثقال حبة صغيرة من خردل أصغر شيء الله سبحانه وتعالى يأتي بها يوم القيامة الكلمة التي يتكلم الإنسان مهما كانت صغيرة الكلمة التي يتكلم بها الإنسان عظيمة أو صغيرة كلها توضع في ميزان الإنسان أعمال الإنسان الصالحة أو السيئة كلها توضع في ميزان الله سبحانه وتعالى يحاسب عليها لذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فإذا يوم القيامة هناك من تقف موازينه وهناك من تثقل هذه الموازين لذلك يعطى الإنسان بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يسلم المكلفين كتاب أعمالهم هذا كتابك وهذا عملك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه فإذا استلم كل إنسان كتابه يوم القيامة إما بيمينه أو بشماله وهناك من يستلم من وراء ظهره دليل حلا أن الإنسان الذي كان بعيدا عن الله الإنسان الذي لم يعمل صالحا الإنسان الذي كان كافرا الإنسان الذي تاه عن البينات في هذه الدنيا كيف سيستلم كتابه يوم القيامة فإذا استلام الكتاب هو دليل على الشهادة التي يستلمها كل إنسان خضع للامتحان ثم ظهرت النتيجة وأخذ كل إنسان كتابه بيمينه أو بشماله ثم بعد ذلك يمرون على الصراط والصراط جسر ممدود على متن جهنم يمر به الناس جميعا ما في إنسان إلا سيمر عليه ولكن هناك تفاوت الإنسان المؤمن كيف يمر على هذا؟ كالبرق تفاوت من خلال أعماله من خلال كتابه الذي استلمه من خلال ما فعله بهذه الدنيا القصيرة شوفوا الثواب العظيم يوم القيامة يمر على الصراط دون أن يؤثر في شيء يمر إلى أين؟ إلى الجنة قد يكون كالريح المرسلة كالبرق كالريح المرسلة كالخيل إذن هناك تفاوت في الصراط أما الإنسان الذي أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهريه فتتلقفه جهنم ويسقط فيها فعند ذلك تكون هناك يوم الجزاء نهاية مشاهد يوم القيامة هي الجنة للمؤمنين للطائعين ثم العذاب والعقاب للكافرين البعيدين عن الله سبحانه وتعالى فتلك هي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الخلود ليس هناك عودة إلى الدنيا وليس هناك شفاعة لأحد إذا كان كافرا لا ينفعه لا تنفعه شفاعة الشافعين هناك شفاعة للنبي هناك شفاعة للمؤمنين هناك شفاعة للصالحين يوم القيامة ولكن للإنسان الذي قصر للإنسان الذي قد يعمل بعض المعاصي أما الإنسان الكافر لا تنفعه أي شفاعة يوم القيامة ولا تقبل منه أي اعتذار يوم القيامة فإذا كل هذه المشاهد التي نتكلم عنها الإنسان يضعها أمام عينه وهو يحيى هذه الحياة فهذه المشاهد توضع أمام الإنسان وهو يعيش الحياة الدنيا ثم ينتقل إلى الحياة الآخرة الله سبحانه وتعالى يكلمنا عن المؤمنين في الجنة لهم ما يشاءون فيها أي حياة الخلود ولدينا مزيد قال تعالى ولكل درجات مما عاملوا وما ربك بغافل عما يعملون قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله سبحانه وتعالى يقول إن الأبرع لفي نعيم فإذا هذا النعيم والخلود والحياة في الجنة فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر ثم يكون العقاب كذلك للكافرين قال سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فإذا خلود للمؤمنين وخلود كذلك للكافرين المؤمنين في نعيم عظيم عند ربهم سبحانه وتعالى هذا النعيم نعيم حقيقي هذا النعيم نعيم جسدي وروحي نعيم معنوي ونعيم مادي ليس هذا نعيما روحيا فقط الإنسان يوم القيامة له نعيم من الله سبحانه وتعالى نعيم حقيقي فيه كل الملذات الحقيقية وكذلك الكافر له عقاب جسدي وروحي ونفسي يظهر عليه يوم القيامة فلا يمكن أن يقول إنسان أن يوم القيامة هو نعيم فقط نعيم روحي ليس هناك نعيم جسدي لو قرأنا الآيات التي تتكلم عن الجنة والآيات التي تتكلم عن النار فنجد أنواع النعيم المادي الحسي والنعيم الروحي الذي يجده الإنسان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عندما يقول إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا وَمَنَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهُمْ إذن شيء حقيقي مادّي معروف وكذلك عذاب نفسي عندما يكلمنا عن المؤمنين يقول فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية في أشياء واضحة مادية أمام الإنسان فإذن نعيم المؤمنين نعيم كامل يوم القيامة ليس فيه أي منغيصات والعذاب كذلك عذاب كامل وفيه عقوبة نفسية شديدة على الإنسان فنسأل الله سبحانه وتعالى النعيم ونسأله سبحانه وتعالى الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك إنك سميع قريب المجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته او فاسقا او شقيا والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب 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 يا رب